اشتركوا في القناة خطوات ونتجنب طاقة المعاناة هذا الشق الأول الشق الثاني من السؤال حكي أن الحب هو طاقة لا إرادية ضمن مجموعة من أشياء لا إرادية موجودة في القان برضو كيف نشبك على هذه الطاقات اللا إرادية ونستغلها لصالحي مثل الحب السلام الجمال الوفرة ودمتم بخيك شكرا فهمت من السؤال كيف أشبك يعني كيف أشبك مع هذا الحب الكوني العام كيف أشبك مع الحب اللي يأتيني بسريان ولا يأتيني بمعاناة وأشبك هي connect كيف تتواصل صح فهذا معنى أشبك أو معنى تواصل فأنا connect مع الطاقة الصح كل حاجة في الدنيا طاقة كل شيء موجود هو عبارة عن طاقة إذا بديت أنت ما ترى هذا الشيء فأنت عايش وهم كثيرين من الناس عايشين وهم لأنهم هما يرون انعكاس الطاقة فقط فإذا كنت أنت تعتمد على حواسك الخمسة الظاهرة فقط فأنت في الحقيقة ما تعرف الحقيقة اللي هي المصدر ما لكل هذا اللي تراه وتسمعه وتشتمه وتلمسه إلى آخره فهو كيف تشبك مع هذه الطاقة الصح نحن ما عندنا طرق كثيرة وفيرة ومشكلة طرق نستطيع كلنا تطبيقها لكن الألطف والأسهل أن أنت تنظر إلى المؤشر الصح المؤشر هو مشاعرك وحاسسك إذا كنت أنا مرة أخرى أشعر بمشاعر حرمان ولا تأنيب ولا انزعاج ولا غضب ولا خوف واضح أن في مؤشر أنها ذبذباتي مماشية في المسار الصح لأنها حين تربط أو تشبك تعمل connect مع مصدر الآن نتائج هذه المشاعر فاللي عندها مشاعر تأنيب مثلا في الغالب نتيجتها العقاب تأنيب يجلب العقاب فلو شخص طوال الوقت يشعر في التأنيب أو تخيل لو أمه تشعر بالتأنيب تعاقب طول وقت أو لو مجتمع يشعر بالتأنيب سيعاقب طول وقت أو لو طائفة أو فئة من الناس أو مجموعة من الأفراد أو أسرة من الأسر تشعر بالتأنيب فهي ستعاقب يعني ستعاقب من من سيوجد الجهة أو الشخص أو الناس أو المجتمع أو الدولة اللي ستنفذ العقاب لأنها أيضا هناك منسجمة مع ذبذبات منخافضة كذلك فالمشاعر هي المؤشر فأنا أربط وأشبك مع الحب الكوني أو أربط وأشبك مع سريان الحب وأستفيد منه عندما أنا أكون مشاعري هي مشاعر حب هي مشاعر سريان هي أحاسيسي أفكاري أفعالي أعمالي أقوالي بيتي محيطي بقدر المستطاع ستكون رابطة مع الذي أريد فأنا أفكر فيما أريد أستشعر ما أريد أتحدث فيما أريد أعمل ما أريد شكرا للسؤال اشتركوا في القناة